السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الغياضيات للصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي وهو الدرس الأول من الوحدة الثالثة بعنوان الدوال المتزايدة والمتناقصة الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو تحديد تزايد وتناقص الدوال باستعمال المشتقة الأولى ثم ننتقل إلى تحديد النقاط الحرجة لدالة جبرياً والآن مع فقرة التمهيد دعنا نتخيل أن هناك منحنى دالة كأنه سكة أفعوانية في مدينة ألعاب تسير عليها عربة نعلم جميعاً أنه عندما تكون العربة على الأرض أو في وضعية موازية للأرض كهذه الوضعية تكون أفقية كما تشاهد ثم عندما تسير صعوداً كهذه العربة أو هذه العربة فإنها تصبح متجهة إلى الأعلى كما تشاهد في هذا المماس وبعد ذلك عند وصولها إلى القمة تعود إلى وضعية أفقية لتنحدر بعد ذلك نزولاً إلى أسفل لنتخيل الآن أن العربة تقف في كل نقطة من نقاط تماس خط المماس مع هذا المنحنى سنلاحظ أن ميل المماس يكون موجباً كهذه الحالة وهذه الحالة إذا كانت العربة تسير صعوداً إذن م أكبر من زير في هاتين الحالتين كما أيضاً نلاحظ أن هذا الميل يكون سالباً إذا كانت العربة تتحرك إلى أسفل وعندما تكون العربة في وضعية أفقية يكون الميل يساوي زير لأن ميل المماس لدلة يمثل المشتقة الأولى للدلة نلاحظ مما سبق أن إف تكون متزايدة في الفترات التي تكون فيها إف داش أو الميل أكبر من زير كما نشاهد في هذه الحالة وهذه الحالة الميل أكبر من زير وهذه الدالة تعتبر دالة متزايدة في هذه الفترات كما نلاحظ أيضاً أنه عندما يكون الميل أقل من زير فإن الدالة تكون متناقصة حيث أن هذه العربة تتجه نزولاً إلى أسفل وعندما يكون الميل إكوال زير تكون هذه العربة في الحالة الأفقية وبذلك تكون الدالة في حالة ثبات عند هذه النقطة تقولنا المناقشة السابقة عن حركة العربة في مدينة الألعاب التي اتفقنا عليها إلى الاختبار التالي اختبار تزايد أو تناقص دالة في فترة معينة لنفترض أن للدالة إف مشتقة عند كل نقطة في فترة مفتوحة معينة إذن إذا كانت إف داش إكس أكبر من زير أي أن ميل المماس أكبر من زير حيث أننا اتفقنا أن إف داش إكس تعبر عن ميل المماس لكل قيم إكس في هذه الفترة تكون إف متزايدة على هذه الفترة متى حدث هذا أحسنت يا بني حينما كانت تتحرك العربة إلى أعلى بهذه الكيفية في حال صعود العربة فإن هذه العربة تعبر عن مصار لدالة متزايدة في هذه الحالة بالمثل إذا كان إف داش إكس أقل من زير لكل قيم إكس في هذه الفترة تكون إف متناقصة على هذه الفترة وكانت حركة العربة في هذه الحركة تتجه إلى أحسنت إلى أسفل كهذه الحركة ولكن ماذا عن الحالة الثالثة؟ رائع إذا كان إف داش إكس تساوي زير لكل قيم إكس في هذه الفترة تكون إف ثابتة على هذه الفترة وكان مصار العربة بهذه الطريقة إذن يمكن القول بعد هذه المناقشة أن ميل المماس أو المشتقة الأولى للدالة يمكنه الحكم على تزايد أو تناقص أو ثبات الدالة في فترة محددة ولكن وجب التنبيه على أنه لا يتحقق هذا الكلام إلا بتحققه في جميع نقاط الفترة المفتوح وليس لنقطة واحدة فقط تتغير إشارة المشتقة من الموجب إلى السالب أو من السالب إلى الموجب عند نقاط تكون فيها إما إف داش إكس إكس إكوال زيرو وذلك كما حدث عندما كانت تتحرك العربة في مصار موازي إلى الأرض كان ميل المماس عندها إكوال زيرو أي أن المشتقة الأولى للدالة عندها إكوال زيرو عند هذه النقطة يمكن أن نسمي هذه النقطة نقطة ثبات للدالة أي أن نقاط الثبات للدالة هي النقاط التي عندها إف داش إكس إكوال زيرو أو إذا كانت الإف داش إكس غير موجودة تسمى قيم إكس عند هذه النقاط قيم حرجة إذن ما هي القيم الحرجة؟ القيم الحارجة هي القيم التي عندها F' equals zero أو أن F' غير موجودة النقطة الحارجة هي النقطة التي يكون فيها الإحداث X هو القيمة الحارجة C والإحداث Y هو F of C بعد هذه المناقشة أيها الأحبة يمكننا أن نصل إلى خطوات يمكن أن نتبعها عند تطبيق اختبار تزايد أو تناقص دل على فترة معينة أما الخطوة الأولى منها أن نضع على خط الأعداد الحقيقية القيم الحارجة التي توصلنا إليها أو القيم التي تكون فيها الدالة غير معرفة وكما اتفقنا سابقا فإن هذه القيم الحارجة هي القيم التي تكون عندها المشتقة الأولى للدالة equal zero أو أن المشتقة الأولى للدالة غير موجودة بوضع هذه النقاط على خط الأعداد سيتم تقسيم خط الأعداد إلى عدة فترات ودعنا نضرب أمثلة إذا كان لدينا نقطتين فيتم تقسيم خط الأعداد إلى ثلاث فترات وإذا كان لدينا ثلاث نقاط فيتم تقسيم خط الأعداد إلى أربع فترات وهكذا بعد ذلك يمكن أن نختار قيمة في كل فترة نعود بهذه القيمة في المشتقة f'x فإذا كانت قيمة المشتقة عندها أقل من zero يمكن القول بأن الدالة أحسنت متناقص وإذا كان f'x أكبر من zero يمكن القول بأن الدالة متزايدة أي أننا يمكننا بعد هذه الخطوة الوصول إلى الخطوة الثالثة وهي استعمال هذا الاختبار في تحديد ما إذا كانت الدالة متزايدة في حال f'x أكبر من zero أو متناقصة في حال f'x أقل من zero على هذه الفترة وتطبيقا لما تعلمناه دعنا نقوم بحل مثال رقم 2 صفحة رقم 148 إيجاد فترات التزايد وفترات التناقص باستعمال المشتقة لكثيرة حدود أوجد فترات تزايد وتناقص الدالة if of x equals x to the power 3 plus 3x to the power 2 minus 9x plus 4 وحدد النقاط التي يكون عندها المماس أفقيا والآن دعنا نقوم باستعراض خطوات الحل معا الخطوة الأولى كما اتفقنا هي أحسنت يا بني تحديد القيم الحارجة للدالة ولكن متى تكون للدالة قيم حارجة رائع إذا كان f'x equals zero أو أن f'x غير موجودة لذلك نحتاج إلى قاعدة الدالة حتى نقوم بإيجاد المشتقة الأولى لها دعنا نقوم بإيجاد المشتقة الأولى لكل حد من حدود هذه الدالة x to the power 3 المشتقة الأولى أحسنت 3x squared 3x to the power 2 المشتقة الأولى 6x negative 9x المشتقة الأولى negative 9 4 المشتقة الأولى 0 إذن يمكن كتابة f'x equals 3x to the power 2 plus 6x minus 9 الآن أحسنت يا بني نقوم بمساواة هذه المشتقة بزيرو ولكن لماذا يتم مساواة المشتقة بزيرو؟ رائع للحصول على القيم الحارجة لهذه الدالة يمكن أن نقوم بحل هذه المعادلة بالشكل التالي أولا يمكن إخراج 3 كعامل مشترك من حدود هذه المشتقة يتبقى لنا العامل الآخر x to the power 2 plus 2x minus 3 ولكن يمكن أيضا تحليل هذا العامل إلى عاملين نبحث عن عددين حاصل ضربهم 3 والفرق بينهم 2 يمكن كتابة هذه المشتقة بالشكل التالي 3 multiply x plus 3 multiply x minus 1 equal 0 الآن بحل هذه المعادلة يمكن الحصول على قيمتين لx x equals negative 3 و x equals 1 وبذلك يمكن القول أن f prime at 1 equal 0 و f prime at negative 3 equal 0 مما يعني أن المماس للدالة يكون أفقيا عند x equals 1 و عند x equals negative 3 نكمل معا خطوات الحل الخطوة الثانية وهي أحسنت يا بني بحث إشارة المشتقة أي أن المطلوب تحديد متى تكون f prime x أقل من 0 و متى تكون f prime x أكبر من 0 لذلك نقوم برسم خط أعداد و نضع عليه رائع القيم الحرجة التي حصلنا عليها لقد حصلنا على قيمتين حرجتين الأولى عند x equals negative 3 قيمة حرجة والثانية عند x equals 1 قيمة حرجة المطلوب الآن هو أحسنت تحديد إشارة f prime x حتى نتمكن من تحديد سلوك الدالة f of x في هذه الفترات و دعنا نذكركم بشيء قد اتفقنا عليه بوجود قيمتين حرجتين للدالة يتم تقسيم خط الأعداد إلى ثلاث فترات الفترة الأولى من negative infinity up to negative 3 الفترة الثانية من negative 3 up to 1 ثم الفترة الأخيرة من 1 up to infinity لذلك نقوم باختيار نقاط في كل فترة على سبيل المثال تم اختيار negative 4 في الفترة الأولى كنقطة اختبار كذلك تم اختيار 0 في الفترة المفتوحة الثانية من negative 3 up to 1 كنقطة اختبار أيضا ثم تم اختيار 2 في الفترة الأخيرة أيضا كنقطة اختبار الآن المطلوب بحث إشارة هذه المشتقة قاعدة المشتقة كما اتفقنا في الخطوة السابقة 3x to the bar 2 plus 6x minus 9 يمكننا أن نقوم بتحديد إشارة هذه المشتقة عند النقاط x equals negative 4 وx equals 0 وx equals 2 عن طريق التعويض المباشر عن هذه القيم في المشتقة لذلك نقوم بالتعويض عن قيمة x equals negative 4 في المشتقة 3 multiply negative 4 to the bar 2 plus 6 multiply negative 4 minus 9 وبحساب هذه القيمة ينتج لنا قيمة أحسنت يا بني موجبة أي أن الدالة في هذه الفترة متزايدة حيث أن المشتقة موجبة وبحساب إشارة المشتقة عند النقطة الاختبارية الثانية ويزير نجد أنها negative 9 أي أن المشتقة سالبة وعليه تصبح الدالة أحسنت متناقصة الآن نقوم بحساب إشارة المشتقة عند 2 نحصل على قيمة رائع موجبة وبذلك تعود الدالة إلى التزايد مرة أخرى فتكون الدالة متزايدة إذن يمكن لنا الوصول إلى الخطوة الثالثة وهي رائع تحديد فترات التزايد والتناقص للدالة ولكن دعنا نتذكر أن حتى تكون الدالة متناقصة يجب أن يكون f'x أقل من 0 وحتى تكون الدالة متزايدة يجب أن تكون f'x أكبر من 0 لذلك يمكن تقسيم هذه الفترات بالشكل التالي في الفترة المفتوحة من negative infinity up to negative 3 كانت إشارة المشتقة موجبة وعليه إذن الدالة تكون متزايدة في هذه الفترة في الفترة الثانية من negative 3 up to 1 كانت إشارة المشتقة سالبة إذن الدالة متناقصة في هذه الفترة أما في الفترة الأخيرة كانت إشارة المشتقة موجبة إذن الدالة متزايدة في هذه الفترة وتمثيل البياني الموضح أمامك يوضح سلوك الدالة في الفترات الثلاث التي اتفقنا عليها فنجد أنه في الفترة الأولى من negative infinity حتى negative 3 كانت الدالة كما تشاهد تزايدية ثم أصبحت الدالة متناقصة في الفترة الثانية وهي من negative 3 up to 1 ثم عادت الدالة إلى التزايد مرة أخرى في الفترة الأخيرة والآن جاء دورك عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين رقم 6 صفحة 152 أوجد الفترات التي تكون عليها الدالة f of x equal negative x part 3 minus 2x squared plus 15x plus 10 متزايدة أو متناقصة من فضلك عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حل والآن مع خطوات الحل الخطوة الأولى كما اتفقنا وهي أحسنت يا بني القيم الحرجة للدالة وتكون للدالة قيم حرجة إذا كان f' at c equal 0 أو أن f' at c غير موجودة لذلك نقوم بحساب f' x equals negative 3x squared minus 4x plus 15 الآن نقوم بمساواة هذه المعادلة بزير لماذا؟ للحصول على القيم الحرجة لهذه الدالة المطلوب هو حل هذه المعادلة نقوم أولا بضرب جميع حدود هذه المعادلة في negative 1 للحصول على المعادلة 3x squared plus 4x minus 15 equals 0 لدينا عدة طرق يمكن من خلالها حل هذه المعادلة للحصول على قيم x درسنا فيما سبق أنه يمكننا استخدام الطريقة التالية أولا المعادلة 3x squared plus 4x minus 15 الحد الأول له عاملين 3x multiply x الحد الأخير له إما 3 multiply 5 أو 1 multiply 15 لذلك نقوم بتقسيم هذه الحدود بالشكل التالي 3x multiply x حصل ضرب عاملين للحد الأول و3 multiply 5 عاملين الحد الأخير الإشارات موجب سالب إذن الإشارات إشارات مختلفة نضع negative و positive هذا احتمال الاحتمال الآخر وهو تبديل أماكن 5 مع 3 للحصول على الاحتمال الثاني فيصبح الاحتمال الثاني 3x multiply x و5 multiply 3 وأيضا بوضع الإشارات negative و positive وكما اتفقنا فأن 15 لها عاملين آخران العامل الأول 1 والثاني 15 إذن يمكن إعادة كتابة التحليل بالشكل الثالث وهو 3x multiply x و1 multiply 15 وأيضا الإشارات كما اتفقنا negative و positive الاحتمال الأخير وهو 3x multiply x و15 multiply 1 والإشارات أيضا negative و positive الآن نقوم بحساب الحد الأوسط في كل حد وبحساب الحد الأوسط نستطيع الحكم على أي من هذه التحليلات تحليلا سليما المطلوب الحصول على 4x كحد أوسط حتى نتمكن من الحصول على الحد الأوسط دعنا نقوم بدر 3x multiply 5 equals 15x و negative 3 multiply x equals negative 3x إذن الحد الأوسط 12x وهذا يختلف مع ما هو مطلوب فالحد الأوسط المطلوب يكون 4x إذن هذا التحليل تحليل غير سليم نعود إلى التحليل الثاني وهو 3x multiply 3 equals 9x و negative 5 multiply x equals negative 5x الآن الحد الأوسط رائع 4x وهذا هو الحد الأوسط المطلوب الحصول عليه بذلك يكون هذا هو التحليل السليم لهذه المعادلة إذن العاملين هو 3x minus 5 و x plus 3 دعنا نعود الآن إلى السؤال إذن المعادلة x plus 3 multiply 3x minus 5 equals 0 وبحل هذه المعادلة يمكن الحصول على قيمتين لـ x x equals negative 3 و x equals 5 over 3 عند هتين القيمتين لـ x تكون للدالة نقاط ثبات عند x equals negative 3 و عند x equals 5 over 3 و يكون عندها أيضاً المماس أفقياً و الآن نكمل خطوات الحل الخطوة الثانية وهي أحسنت بحث إشارة المشتق أي المطلوب معرفة متى تكون f'x أقل من 0 و متى تكون f'x أكبر من 0 لذلك نقوم برسم خط الأعداد و نضع عليه القيم الحرجة التي حصلنا عليه و اتفقنا أننا حصلنا على قيمتين حرجتين أما الأولى فهي negative 3 عندها قيمة حرجة والثانية 5 over 3 عندها قيمة حرجة دعنا نؤكد أن المطلوب هو بحث إشارة المشتقة f'x في هذه الفترات التي نتجت عن تقسيم خط الأعداد بالقيمتين الحرجتين فأصبح لدينا ثلاث فترات الفترة الأولى من negative infinity حتى negative 3 والثانية من negative 3 حتى 5 over 3 والأخيرة من 5 over 3 حتى positive infinity نقوم الآن ببحث الإشارة لتحديد سلوك الدل كما نعلم فإن قاعدة المشتقة كما توصلنا إليها هي negative 3x squared minus 4x plus 15 حيث أن هذه المشتقة من الدرجة الثانية لدينا حالة خاصة في بحث الإشارة إذا كانت الدالة المراد بحث الإشارة لها من الدرجة الثانية فتكون إشارتها بالشكل التالي ما بين جزري هذه المعادلة تكون الإشارة تخالف إشارة معامل x squared وقبل الجزر الأول وبعد الجزر الثاني تكون الإشارة لها نفس إشارة معامل x squared لذلك يمكن القول بأنه في الفترة الأولى من negative infinity حتى negative 3 تكون إشارة هذه المشتقة تشبه إشارة معامل x squared أي أنها سالبة وبذلك تكون الدالة رائع متناقصة في هذه الفترة ثم نعود إلى الفترة الثانية وهي ما بين جزري المعادلة وكما اتفقنا فإن الإشارة ما بين جزري المعادلة تخالف إشارة معامل x squared أي أنها أحسنت موجبة لذلك تكون الدالة في هذه الفترة متزايدة ثم نعود إلى الفترة الأخيرة وهي بعد الجزر الثاني وتكون الإشارة كما اتفقنا تشبه إشارة معامل x squared أي أنها سالبة لذلك تكون الدالة في هذه الفترة متناقصة وبذلك يمكن الوصول إلى الخطوة الثالثة وهي أحديد فترات التزايد والتناقص للدالة ونذكركم أن الدالة تكون متناقصة إذا كان f'x أقل من 0 لجميع قيم x في هذه الفترة وتكون الدالة متزايدة إذا كان f'x أكبر من 0 لجميع قيم x في هذه الفترة إذن يمكن كتابة فترات التزايد والتناقص للدالة بالشكل التالي في الفترة الأولى من negative infinity حتى negative 3 كان f'x أقل من 0 إذن الدالة متناقصة وفي الفترة الثانية من negative 3 up to 5 over 3 وهي فترة مفتوحة كان f'x أكبر من 0 إذن الدالة متزايدة وفي الفترة الأخيرة التي تبدأ ب5 over 3 حتى infinity وهي أيضا فترة مفتوحة كما اتفقنا كان إشارة المشتقى سالبة ولذلك كانت الدالة متناقصة في هذه الفترة تمثيل البياني الموضح أمامنا هو تمثيل بياني للدالة المراد بحث فترات التزايد والتناقص لها وكما يتضح لنا فأن هذا التمثيل البياني يوضح عن وجود ثلاث فترات الفترة الأولى تكون فيها الدالة متناقصة وهذا ما حدث بالفعل على خط الأعداد في الفترة الثانية كانت الدالة متزايدة وأيضا هذا ما حدث في خط الأعداد وفي الفترة الأخيرة كانت الدالة متناقصة وأيضا هذا ما حدث على خط الأعداد وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق تمتم سالمين